اهلا بكم من جديد يشارك أكثر من 1200 من قادة قطاع المال الإسلامي وصانعي السياسات والمبتكرين في واحد من أكبر وأعرق التجمعات لقادة المصارف والتمويل الإسلامي في العالم على أرض مملكة البحرين وذلك لبحث سبل الارتقاء بأداء التمويل الإسلامي عبر تبدن التكنولوجيا المالية والتحول إلى العالم الرقمي التفاصيل مشاهدين في تقرير زميل محمد الجيوسي كعادته السنوية يثبت المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية مساعيه في توليد قيادة فكرية رائدة في العمل المصرفي الإسلامي هذه المرة سلسلة من النقاشات المتمحورة حول عنوان التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي المستدام في عصر التحول الرقمي لتتماشى مع رؤية ثابتة تعمل بمثابة بوصلة لقطاع الصيرفة الإسلامية العالمية في عالم سريع التغير تجاه الاقتصاد الرقمي نحن داخلين على مرحلة جديدة سواء كان للصيرفة الإسلامية أو للصيرفة التقليدية هذا التغير الذي سنشهده له جانبين جانب رغابي وجانب تقني الجانب التقني طبعا الآن قاعد يتوسع ويتطور بشكل سريع اللي هو عالم التكنولوجيا المالية ونحن في البحرين عملنا ضمن فريق البحرين شركانه من أجل توفير البيئة المناسبة للنهوض بهذا القطاع الجديد تقوية أواصر التعاون بين الوسطى المعياريين والسلطات التنظيمية المالية العالمية بغرض تعزيز التمويل الإسلامي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع أفاق التمويل الإسلامي جبلة من المحاور ركزت عليها جلسات المؤتمر في محاولة لتقييم رحلة المصارف الإسلامية نحو رقمنة العمليات والمدفوعات المالية وما تتطلبه هذه المرحلة من ارتقاء في النظام البيئي لكيانات التنويل الإسلامي هناك تقدم كبير أنا أعتقد أن مملكة البحرين لديها الآن البنية التحتية وهي تحاول أن تتقدم بها بشكل أسرع من الآخرين في هذا المجال للحفاظ على مكانتها في الصيرفة عموما الصيرفة الإسلامية مستفيدة استفادة كبيرة من هذا العمل مصر البحرين المركزي مؤخرا كذلك أنزل حزم القوانين فيما يتعلق بالكرادفاندين طبعا البحرين لطالما كانت رائدة في مجال الصيرفة ولطالما كانت رائدة أيضا في مجال الرقابة من ناحية المصرف المركزي واليوم هي في مقدمة الرقب في طرح ما هو جديد في التحول الرقمي بوجود كل الوسائل وكل الإمكانيات المسخرة من قبل الحكومة لاستقطاع بالشركات التي توفر هذه الخدمات في خضم التسارع الرقمي والتوجه نحو تبني نماذج الأعمال المبتكرة في الأسواق الناشئة ينتظر الأصول المصرفية الإسلامية مزيدا من النمو في حصاتها لتبلغ نسبته 35% خلال السنوات العشر القادمة تفاؤل واسع النطاق باستيعاب المؤسسات المالية الإسلامية للتغيرات والتحديات التي يواجهها القطاع المالي على الدوام وبالأخص في التكيف مع العصر التكنولوجي الجديد والآن نترككم مع السعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية مقابل العملات الخليجية والمقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم بنسبة 0.49% مقفلا عند مستوى 1320 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين والفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9.94 ملايين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين و229 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 72 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 94.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى باقي إغلاقات البورصات الخليجية فنبدأ بالسوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 7573 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 0.59% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4960 نقطة بالخفاض طفيف بلغت نسبته 0.23% وبالنسبة لسوق دبيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2699 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 1.2% وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي من المنتظر أن تشهد تفعيلا للاستثمارات المتبادلة وعددا من المشاريع المشتركة في مصر ومن المرتقب أن يتم تفعيل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان يومي الثامن عشر والتاسع عشر من ديسمبر المقبل وأكد عبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي ورئيس وفد رجال الأعمال السعوديين في مصر اهتمام شركات الجانبين في التعاون الثنائي في جهود أعمار ليبيا واليمن والعراق مؤملا أن تشكل تلك الجهود فرصا واعدة لرفض نمو اقتصاد المنطقة وتدعم قدرات شركات القطاع الخاص فيها قالت وكالة الأنباء الكويتية أن شركة ناقلات النفط الكويتية بدأت مرحلة التنفيذ لمشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال العملاقة بقيمة 213.6 مليون دولار ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي في شركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح قوله إن هيون داي للصناعات الثقيلة الكورية ستنفذ عقد البناء وإن حمولة الناقل الواحدة تصل لدحو 84 ألف متر مكعب وتوقع أن تتسلم الكويت ناقلة الغاز المسال الأولى بنهاية 2019 النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل القيمة السوقية لشركة علي بابا تتجاوز نظيرتها فيسبوك بالتزامن مع الأزمات التي تواجه فيسبوك على الرغم من ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن في مصر إلا أن المخوف تزداد من قبل المصنعين المحليين والشركات العالمية المستوردة بسبب تغير نوعية القطن المزروع ويعتبر القطن المصري طويل التيلة صاحب الشهر العالمية منذ القرن التاسع عشر الذي يزرع ويصدر كمادة خام أو مصنعة تصنيعا بسيطا إلا أن تكلفته غير مناسبة لغالبية المصانع وخاصة تلك المملوكة للدولة وهو ما حدا بوزارة قطاع الأعمال العام أن تطلب من وزارة الزراعة تخصيص مساحات أكبر لزراعة القطن قصير التيلة بدلا من استيراده وهذا الأمر يجد مقاومة من المصدرين وبعض المسؤولين الذين لا يريدون تقليص مساحات الزراعة وفي نفس الوقت يخشون على سمعة القطن المصري إذ حدث خلط بين البذور بسوئنية أو بدون قصد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الاتفاق الذي ينظم علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت قد يعرض مستقبل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للخطر وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي بشكل عاجل الحصول على تأييد عادل كافي من المشرعين إزاء مقترحها بشأن صفقة لبريكسيت وقال الرئيس الأمريكي في تعليق خارج البيت الأبيض للمراسلين أن صفقة لبريكسيت تبدو كاتفاق رائع بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتابع أنه يعتقد أنه يجب أن يلقون نظرة جادة عما إذا كان مسموح للمملكة المتحدة أن تقوم بالتجارة أم لا لأنه في الوقت الحالي بالنظر لاتفاق لبريكسيت لن تكون بريطانيا قادرة على تنفيذ صفقة تجارية مع أمريكا قال ماريو دراقي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن التباطئ التدريجي في نمو منطقة اليورو أمر طبيعي وقد يكون مؤقتا وأشار إلى أن تقييمه للتضخم لم يتغير على الرغم من أن النمو أضعف مما كان يعتقد في السابق وعلق دراقي قائلا أن هناك سبب جيد للثقة في أن التضخم الأساسي سيرتفع تدريجيا في الفترة القادمة والتطورات في الآونة الأخيرة تؤكد تقديرات المجلس الحاكم السابقة لأفاق التضخم في الأجل المتوسط والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار الدفط والمعادن الرئيسية تجاوزت القيمة السوقية لشركة علي بابا نظيرتها فيسبوك بالتزامن مع الأزمات التي توجه المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي ووصلت القيمة السوقية لشركة علي بابا مستوى 401.24 مليار دولار متجاوز القيمة السوقية لشركة فيسبوك التي تسجل الآن مستوى 391.92 مليار دولار وليست تلك هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القيمة السوقية لعملاقة التجارة الإلكترونية الصينية الشركة الأمريكية حيث حدث قبل ذلك في مارس الماضي وذلك أثناء أزمة فيسبوك مع شركة التحليل أنا لاتيكا ترجمة نانسي قنقر